مجزرة السجناء السياسيين في إيران من عام 1988 قضية تعود مرة أخرى لتكشف تفاصيل جديدة عن واحدة من أبشع جرائم النظام الملالي في إيران فعلى مسمع ومرأة نشطاء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضت اللجنة المعنية بالتحقيق في هذه القضية عن تقارير جديدة تكشف الستارة لأول مرة عن عشر مقابر جماعية لأكثر من 30 ألف معارضا إيرانيا أعدموا بأمر من الخميني بعد مرور 28 سنة تعود قضية إعدام السجناء إلى الواجهة ومن المهم لنا كجمعية أن ندافع عن قضية الضحايا الذين يصل عددهم إلى 33 ألفا أمام المحافل الدولية أصوات حقوقية من داخل مجلس حقوق الإنسان طالبت بمعاقبة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة من مسؤولين حاليين كعلي أكبر رفيز زنجاني رئيس إيران السابق ووزير العدل الحالي بور محمدي والعشرات من القادة الحاليين في إيران هذه مبادرة للمجتمع المدني من أجل تقديم الحقائق وكل الوثائق للأمم المتحدة في الأمم المتحدة فيه كثير من الطرق للوصول إلى مساءلة من ارتكبت تلك الجرائم المساءلة للطريق واعتبر نشطاء المجتمع المدني تدخلات إيران الخارجية ما هي إلا امتدادا لجريمة السجناء السياسيين وتصديرا للثورة الإيرانية النظام أخذ الرسالة بأنه باستطاعته أن يرتكب أي مجزرة في أي نقطة بأي شكل كان ولا يحسب بعد ذلك بدأت فترة الإختيالات السياسية ضد جميع رموز المعارزة في مختلف دول العالم ومن ثم النظام التجع إلى تستير هذه المجازل للدول الأخرى المشهد الذي نحن شاهدناه الآن خلال هذه السنوات في الإراغ أو في سوريا أو في اليمن أو في البحرين وفي أي هذا الدول هذا النظام بعد ذلك قام بتستير هذه المجازل إلى الدول الأخرى أيضا ليس معنا أنه لم يرتكب هذا المجازل في إيران المجازل في إيران أيضا مستمرة وفي نفس الوقت قام بارتكاب هذه المجازل في الدول الأخرى أيضا بعد سنوات من السرية والكتمان تكشف تفاصيل مجزرة السجناء السياسيين لتعلو الأصوات المطالبة من مقر الأمم المتحدة بإدانة ومعاقبة المسؤولين عن أبشع جريمة سياسية في التاريخ الحديث من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف نيف نوفل الإخبارية